تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وانطلاقاً من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنصيق بشأن سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجسي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التدعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجسي يبدأ بإفادة ثلاث طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغدائية وخمسة وعشرين طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين ترجمة نانسي قنقر